للمزيد من المتابعة والتفاصيل عن هذا القطاع ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور هشام البحيري أستاذ إدارة الأعمال دكتور هشام أهلا بك يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا باستاذ المشاهدين طبعا لو تحدثنا عن ملف الاقتصاد يعني ما حدث ولا حرج الحقيقة الكثير من الإنجازات في هذا القطاع الكثير من الإشادات رغم وجود عدد من الأزمات التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية تفضل يا فندم وفي الحقيقة يعني أنا أخذ من نهاية كلام حضرتك الحكومة المصرية الحالية كانت حكومة هيئة الحظ لأن مع بداية الحصاب الاقتصادي للإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية اللي حققتها الدولة خلال الفترة السبع سنوات الماضية وجهنا زي مواجه كثير جدا من دول العالم أزمات منها أزمة كورونا ومنها أزمة ارتفاع سعر الدولار والأخيرا الحرب الأوكرانية الروسية لكن في الحقيقة بالرغم من هذه الصعوبات الكثيرة ما زال الاقتصاد المصري ينبض ما زال الاقتصاد المصري لديه القدرة على مواجهة مثل هذه التحديات في ملاف الطاقة تحديداً حضرتكم بالكلمة عنه النهاردة مصر تفوقت تفوق كبير أدركت وزارة الكهرباء والطاقة عميتها للوضع الاقتصادي بالكامل وصياغت مجموعة من استراتيجيات المتكاملة للطاقة الكهربائية على عدة محاور من أهمها تنويع مصادر إنتاج للطاقة الكهربائية عظمت الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة رشدت الطاقة حسنت كفاءة محطات الربط الكهربائي على كافة المحاور قدرت مصر أنها تقضي على مشكلة كبيرة كنا بنعاني منها في شكل كبير وهي المشكلة الخاصة بانقطاع الكهرباء مصر بدل ما كانت دولة بتعاني من نقص في الطاقة الكهربائية والطاقة المختلفة أصبحنا مصادرين للطاقة دلوقتي وبقى في رفضي كهربائي للفائد من الكهرباء للعديد من الدول سواء في دول أفريقيا أو في دول شمال أفريقيا أيضا وبالتالي ملف الطاقة في الحقيقة يعني شاهد تطور ونضوء كبير جدا إنجازات كتيرة جدا برضو إحلال الطاقة النظيفة التفكير أيضا في إقامة المحطات للطاقة البيئة واللي بتحفظ على الاستدامة البيئية ودي برضو نقلة حضرية مهمة جدا اللي زمان كنا بنستخدم السلار وبنستخدم الفحم الفوك أو الفحم الصلب الفحم الصلب ده كان بيعمل تلوث لمحطات الكهرباء بشكل كبير مصر انتقلت إلى تشغيل محطات الكهرباء بالغير الطبيعي وده طبعا يعتبر خدمة كبيرة جدا للبيئة وخدمة أيضا للإقطاط وتوفير كليف التشغيل في محطات الكهرباء وفي مسائل صناعة الطاقة وتشغيل الطاقة بصفة نعم صحيح يمكن حمنا نتكلم 8 سنوات من أول ما تم أيضا يعني خلالهم برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى هذه اللحظة والحقيقة أنه البعض تفاجأ خلال أزمة كورونا لما تم يعني وضع 100 مليار جنيه لهذه الأزمة أزمة فيروس كورونا في الداخل المصري يا دكتور والحقيقة أنه ده يخلينا نعود إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي ونتاجه الذي شاهدناه اليوم نعم في الحقيقة طبعا الأزمة كورونا كانت أزمة كبيرة جدا الحكومة المصرية أدرتها بشكل كبير جدا يكفي أنه عندنا بالرغم من عدد السكان الكبير ده اللي تم تطعيم نزقة 50 من دواء جرع أول أو تانية وحاليا يتم تغطية الجرعة الثالثة ده في الحقيقة الملفة ده يتم تغطيته يعني كان الأداء فيه يمشيها بها لكي نكون مبلغين الأداء اللي حصل في كتير من دول أوروبا وبالعلاقس ده في ناس شاهدت شهادات دولية أن مصر استطاعت أن تتعامل مع أزمة كورونا بشكل أفضل من اللي وجهته بعد الدخول الأوروبية والحقيقة ده كان واضح بمعدل نمو اللي خربت بيه مصر في هدين العامين يا دكتور نعم ومعدل الإصابات أيضا معدل الإصابات في كورونا كان معدل متدني مفرزا بدول زي دول أوروبا أوروبا كبيرة وأمريكا الدولة العظمى كان لزهب الإصابات كبيرة جدا جدا الحمد لله في مصر مهما كان كان فيه إصابات وكان فيه حالات وفيات إلا أنها كانت في الحدود الأمنة صحيح نعم وبالتالي ده إدارة كتابة للمبلاد خطاك كبير يشهد للحكومة المصرية بكفايةها في إدارة هذا المغم أنا بشكرك يا فندم الدكتور هشام البحاري أستاذ الإدارة والأعمال شكرا جزيلا لحضرتك